انا بقول فيه ريح غريبة راحت الصينية خربت اعملت طريقة كنافة لذيذة حلوة هيك اصابع الكنافة بالجبنة السايحة اشي مرتب جدا نفس طعم الكنافة مليون في المية ولكن طريقتك التقديم مختلفة شوية وطريقتها سهلة جدا ولكن فيها تفاصيل مختلفة بدي احكي لكم كيف عملتها الصبح وكيف بدي اعمالها لقيت جبت جبنة عكاوي تشيكي وجبنة عكاوي بلدي وعلشان احليها بسرعة بشرتها بالمبرشة ربع ساعة بس في مية مفلترة بطلع منها كل الملح حرفيا مية في المية بس في ربع ساعة ومرات اجل عشان بجيبنا تكون لذيذة ومش مالحة وتعطيني زكاوة وهلجيت بكل بساطة بدي بشعر لكنافة خشي ناعم اللي بيدكو اياها بدي يكون طريق قدر الامكان يكون طريق هادا الطريقة اللي عملتها الصبح ما كانش كتير طريق فما زبطش كتير معي ولكن الطريقة كل اتي بجيب الشعر وبفرده بالطريقة الاتية بدي المجاز تقريبا 8 سنطي عرض في طول تقريبا 15 20-25 قد ما يطلع معاكو وبجيب الجبنة اللي بشرتها او برشتها والله ما نعرف واحد يحكي بشرت ولا برشت المهم بعد محليتها بصفيها وبجيب شوية زبدة او سمن سايح بدهن فيه شوية وباخد شوية من الجبنة بكورها بالشكل هادا وبحطها وبحاول ألفه قدر الامكان تطلع معي شكل متساوي وبشوية سمنة في جاعة الصينية بصفهم جنب بعض وهالجيت بحطها في الفرن على حرارة من تحت تقريبا 200 الحرارة تقريبا طول ساعة على 25 دقيقة او لغاية ما داخدوا اللون الدهب اللي بدي اياه وقعد هنا وبيجي للقطر وبشوية وازا بدكوا حطوا عسل ملعقة او ملعقتين بس بيكفيها يا سلام يا سلام مش قطر زيت القلي تبع الفلافل يا لطيف تخربطت في اللون يا الله ما علينا هيني بدي حاول مرة تانية فجيبت معايا جبنة عكاوي تشيكي وبدال ما اعملها مبروشة عشان تساعدني في اللف بدي اعملها اصابع زي المتزر بغير عليه مياه كل شوية وحتى انا كمان عشان ما اطولش بزيادة روحت قصة الاصابع لا كمان اصابع وبدال الشعر السميك اللي بتكسر اللي جيبتم بارح المرة هادا جيبت شعر قطرة شوية من محل اسمه ليفانت عندي في لندن ليفانت كافي وهلقيت المفروض يكون الموضوع اسهل بكتير لو قيب يرجو انساني ثلاثة او اربعة وحطهم زي هيك وبلوفهم ولا فيها اسهل من هيك شايفين وبنزلها في الصينية وهيك صارت جاهزها بس الجبنة ساحدة شوية مش مشكلة وبنزل شوية شوية كل واحدة زي ملعقة صغيرة نص ملعقة وبنجيب البزدق هادا الشغل الصح خليه تبرد شوية وبنخدها زي هيك يا حبيبي يا بيه الله الله هادا الشغل الصح وبنقول بسم الله يا بيه بسم الله اه بيه حجبنا الجبنة كرملت حبيبي يمكنني حشوها جشطة يا الهي تعالي خلص بيقفل حبيبي بن لزل حبيبي بن لزل شكرا